وبعد أمال العنف التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والتي نتج عنها مقتل عشرات المتظاهرين خارجت تظاهرات طلابية في النجف وبغداد كما امتنع أغلب الطلبة شرقي العاصمة عن الذهاب إلى مدارسهم في ظل انتشار أمني مكثف يأتي ذلك إذن فيما أعلن القضاء العراقي الإفراج عن أكثر من 2600 متظاهر كانت قد أوقفتهم القوات الأمنية في وقت سابق كما أعلنت السلطة العراقية إقالة قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي من منصبه وتكليف عبد الحسين التميمي بدلا عنه